اشتركوا في القناة وقد كان الامام احمد رضي الله عنه يحتال على سد رمقه وحاجة عياله في احدى طرائق ثلاث اولاها ان يدفعه بالتقاط بقايا الزرع المباحة فكان ذلك العالم الجليل المحدث يحمل حبله على عاتقه ويذهب فيجمع بقايا الزرع الذي يترك في الارض مباحة وقد كان حريصا على ان لا ينزل في ارض احد الا باذنه وان لا يفسد زرع احد ولذلك روى ابن الجوزي انه قال خرجت الى الثغر على قدمي خلت قطم وقد رأيت قوما يفسدون مزارع الناس لا ينبغي لاحد ان يدخل مزرعة رجل الا باذنه ويظهر ان ذلك انما يلجأ اليه اذا لم يجد عملا يعمله ويقتات منه ويسد حاجته فان وجد عملا يعمله لجأ اليه فتلك هي الطريقة الثانية ولا يجد غبابة في ان يعمل مهما يكون نوع العمل ما دام فيه نفع للناس وسد لحاجته فكل عمل شريف في ذاته ما دامت النفس تعلو به ولا تكون يد صاحبه اليد السفلة فلا صغار في عمل يحله الدين ما دام يرفع الانسان عن حسة المتناول من افضال الناس والمتساقط من اموالهم وقد كان يؤجر نفسه للحمل في الطريق ان لم يجد ما ينفقه سوى هذه الاجرة وكان يكتب اجرته ان لم يجد ما ينفق منه ولقد جاء في تاريخ الذهبي في ترجمة احمد عن علي بن الجهني ما نصه كان لنا جار فاخرج الينا كتابا فقال اتعرفون هذا الخط قلنا هذا خط احمد بن حنبل فكيف كتب لك قال كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة ففقدنا احمد اياما ثم جئنا لنسأل عنه فاذا الباب مردود عليه فقلت ما خبركم قال سرقت ثيابي فقلت معي دنانير فانشئت صلة وانشئت قرضا فابا فقلت تكتب لي باجرة قال نعم فاخرجت دينارا فقال لي اشتري لي ثوبا واخطعه نصفيلي يعني ازارا ولداءا وجئني بورق ففعلت وجئت بورق فكتب لي هذا وكان ينسج احيانا ويبيع ما ينسجه ويأكل منه ولقد حكى الذهري ايضا عن اسحاق ابن راهاويه انه قال كنت انا واحمد بن يمن عند عبد الرزاق وكنت انا فوق الغرفة وهو اسفل وكنت اذا جئت الى موضان اشتريت جارية فاطلعت على ان نفقته اي نفقت احمد ثانيت فعرضت عليه فامتنع فقلت ان شئت قرضا وان شئت صلة فابى فنظرت فاذا هو ينسج التكك ويبيع وينفق وترى من هذا ان ذلك الامام الجليل ما كان يجد في العمل غضابه مهما يكون نوع العمل ما دام حلالا وفيه نفع للناس او يقدم للناس ما يسد بعض حاجاتهم في نظير ان يأخذ مالا يسد حاجته وهذا قانون الحياة الانسانية العاملة الدائبة ذلك لان احمد كان رجلا صالحا لا يهمه نظر الناس بمقدار ما تهبه نزاهة نفسه وعدم نيلها المال الا من حله فهو لا يرى في العمل خسة لان الشرف الذاتي الصحيح انما يستمد من نفس صاحبه وعلوها عن الدنايا ومنة الناس فان الذين يجدون العرب في صغار الاعمال هم ضعاف الناس الذين لم يهبهم الله شرفا ذاتيا في نفوسهم ليسدون ذلك النقص الانساني بهذا التعاري المادي وكل ميسر لما خلق له وثالث المسالك التي كان يسلكها احمد لسب حاجته ان يلجأ الى الاقتراض ويظهر انه لم يلجأ اليه في كل الاحوال وفي كل الاماكن بل كان يلجأ اليه حيث تكون غلة قريبة يرتقب وجودها وحيث يستوثق من ان المقرض ما قصب عطاء وفي الحضر لا في السفر لان ما ظنة الوفاء في الحضر قريبة حيث الامن والقرار وليس السفر كذلك وفي بعض الاحوال كان يأخذ قرضا معتزما للوفاء في المسيرة والمقرض قد اعطى على نية ان لا يأخذ فيختلفان ويصر احمد على رأيه فيتم له ما يريد كان قد استقرض مرة من بعض اهل التقى مئتي درهم او ثلاثمئة فذهب اليه يردها فقال له يا ابا عبد الله ما دفعتها وانا انوي ان ااخذها منك فقال وانا ما اخذتها الا وانا انوي ان اردها عليك هذه هي حال احمد وموارد رزقه اثر الكفافة مع الكتح وسغى بالعيش على ان يقبل منك العطاء وقد كان مع ذلك حريصا كل الحرص على ان لا يكون في المال الذي يصر اليه شبهة فان كان فيه شبهة رده واثر ان يغلب مع الحرمان جانب التحرين على جانب الاباحة يرى انه رهن عينا له في دين عليه حتى اذا استطاع وفاء الدين ذهب الى الدائم فوفاه لينه ولما اراد ان يرد اليه رهنه التبس بعين مشابهة له من مال مرتهن فدفع اليه العينين على ان يختار ايهما ولكن احمد بالغ في الاحتياط لدينه فتركهما وقد سدد ما عليه اي انه اثر ان يكون تاركا لحقه المؤكد في سبيل ان لا يأخذ غير ماله لشبهته في انه اخذ ملك غيره بغير معاوضة توفرت فيها عناصر الرضا الكامل اشتركوا في القناة